غير مكترثين لمخاطر الطريق تنتقل هذه الطفلة وأخوتها من مركبة إلى أخرى تطرق النوافذ متسولة بعض المال تعيش الطفلة التي تركت مقاعد الدراسة في بيت مستأجر برفقة والديها يومياً يأتون إلى هذا التقاطع لجمع الأموال ومواصلة العيش نحن سبع نفرات سبع نفرات؟ كم ابنية؟ أربع ابنية وواحد والد هل معاً تطرق؟ لا هل سيكون أمك موجودة؟ هل سيكون موجودة؟ هل هذه الهل المجأة في الشارع أو لا تستعمل؟ لا 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 كيف تنتصلك كل يومياً تنمينا؟ نحن تتخل عن الناس حول 15-25 ونذهب للتنمي هل سيكون هناك أخواتش تستعمل؟ نحن تتخل مع بها نحن تتخل مع بها ونحن تتخل مع بها كل إلا نحن نتخل مع بها نحن في ثلاثة لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المتسولين في العراق لكنها ظاهرة أخذت بالتوسع وتغذيها عوامل عدة كالفقر والبطالة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أبدت موافقة مبدئية على شمول المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية وفق خطة عدتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص القرار الذي صدر من وزارة الداخلية بخصوص شمول المتسولين بيعات الحماية الاجتماعية تم إكمال إجراءات اللجنة المشكلة برأسة وزير الداخلية وردت إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونحن كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مستعدين لشمول جميعهم بيعات الحماية الاجتماعية شريطة تقديم تعهد بعد ممارستهم هذه التسول مرة ثانية وبانتظار إطلاق الحملة من قبل وزارة الداخلية وتزويدنا بقاعدة بيانات لكمال الإجراءات الخاصة بشمول إمبعادة الحماية الاجتماعية وكانت أجهزة الأمن قد أطلقت حملة موسعة لمكافحة ظاهرة التسول في بغداد والمدن العراقية بعد تصاعد الجريم المنظمة وتنامي تجارة العضاء البشرية يعتقد باحثون أن شمول المتسولين تحت مظلة رعاية الدولة سيعزز من الجهود الأمنية في القضاء على هذه الظاهرة على الحديد قناة الفلوجة بغداد